الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد قبل أن نشرع في قراءة هذا الحديث أحب أن أنوه إلى عدم السكت في قول الله عز وجل في قراءة صلاة الفجر وقيل من راق لأن هذا السكت مشروط بمد منفصل فمن مد المنفصل سكت ومن قصر المنفصل لم يسكت وفي قراءتنا لم نمد المنفصل كقول الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وكقول الله عز وجل كلا إذا بلغت التراقي قصرنا المنفصل فمن قصر المنفصل لم يسكت ومن مد المنفصل سكت على السكتات يعني هذه قاعدة جليلة ألزمها كثير من الناس لا يعرفها رأى البخاري في كتاب الصوم في باب من لم يدع قول الزوري والعمل به في الصوم قال العلماء حذف الجواب لأنه لو نص على ما في الخبر لطالت الترجمة أو لو عبر عنه بحكم معين لوقع في عهدته فكان الإجاز ما صنع فكان الإجاز ما صنع وكذلك في الإجاز تشويق لقراءة الحديث روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزوري والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه هذا الحديث أصل عظيم في بيان الحكمة من مشروعية الطعامة